يلا استعدي للمدارس بأنجح وأقوى وصفة لانشون فراخ هتجرى بيها سهلة جدا وبسيطة وتقداري تعمليه بمنتهى سهولة وهقولك كمان إزاي تطلعي اللانشون بقوام ناعم ما بتفتفتش يعني الفراخ مش بتتهري جواه وخصوصا لما تكوني حط فيه لحمة وفراخ أوعدك أنك بعد الوصفة دي مش هتفكر تشتري اللانشون تاني من بره أبدا اللانشون اللي هنعمله هيدينا 90% من طعم اللانشون الجاهد والقوام بتاعه ممتاز هنعمل كيلو لانشون النهاردة طريقة سهلة وبسيطة جدا تقداري تعملي كمية وهتكفيكي ما شاء الله فترة طويلة جدا تحفظي في علبة في التلاجة وولادك حتى مش هيكتشفه أن انت عاملة في البيت مش بس كده ده احنا هنعمل كمان سندوتشات اللانشون بتاعيدنا في الفينو اللي عملناه مع بعض الفيديو اللي فات الفينو بعد ما تجمد في الفريزر يوم كامل ده شكله ما شاء الله زي ما هو أول حاجة عندي نص كيلو من صدور الفراخ ده نص كيلو بنيه وزنه بالضبط 500 جرام ببتدي ان انا أشيل منه اي عروق او جلد شفاف زي ما انتو شايفين كده شفت انتو الجلده الرؤياء الشفافة او اي جلود بيضة انا عاوزة اللحم صوفي بس مش عايزة اي جلود خالص ولا اي دهون موجودة فيه حاولي تتخلص منها كلها بعد كده يناخد الفراخ بقى على الكبة الشائية اللي هلوبة بتاعتنا ونبتدي ان احنا نفرومها عاوزة يتفرومي وتضربي الفراخ ضربه مبرح لحد ما يبال له اصحاب انا عايزة الفراخ دي عبارة عن معجون مش عايزة فيها ولا قطعة فراخ سليمة عايزها عبارة عن معجون من الفراخ فمعليش يستحملي وضربيها كويس كده وتعليه على نفسك وفروميها لحد ما توصل للمرحلة دي بصوا الفراخ عاملة ازاي هو ده المطلوب ودي اهم خطوة علشان تعملي اللانشون ويطلع معاك يناجح انك تعملي الخطوة دي مزبوط بعد كده هجيب اربع قطع من الجبن المثلسات وممكن تخليهم تلاتة عاية ما فيش اي مشكلة بعد كده بضيف عليهم البهرات دي مكعبين من مرأة الدجاج معلقة صغيرة من تطوم البودرة معلقة صغيرة من البصل البودرة ربع معلقة ملح ربع معلقة صغيرة من الكباب الصيني وربع معلقة صغيرة من الحبهان وربع معلقة صغيرة من البابركة بعد كده بضيف نصف كباية من الدقيق يعني تقريبا خمس معالي قبار من الدقيق بعد كده بضيف نص كباية من الزيت وياريت تستخدمي نوع زيت كويس بعد كده بضيف حبتين اتنين من البيض بعد كده اخر حاجة بحط رشة من الفلفل الاسود لكن في حاجة حبيت اقولك عليها ياريت مرأة الدجاج تقصريها او تفرقيها الاول ما بين ايديكي قبل ما اضفيها والافضل يعني لو تستخدمي المرأة الفورية هتكون افضل انا هنا بنزل جناب الفراخ علشان تتفرم كويس ده شكلها وده القوام بتاعها هرجع اضربها تاني بس انا حسيت انها كانت تقيلة شويتين في الضرب وفضفت لها معلقتين مية علشان تسهل الضرب عليها شويت بالضبط كده انا ضربت الفراخ لحد ما نعمت خالص وكل حاجة اختفت وبقت بالقوام ده هو ده المطلوب عشان تاخدي اكبر درجة نعومة للانشون لازم توصلي الخليط للنعومة الكاملة دي شايفين النعومة عاملة ازاي؟ اجيب هنا بقى الاكياس الحراري وكلنا طبعا عارفينها انا بس بعدت بنتي تجيب لي اكياس جابت لي ما شاء الله جامبه بتاع الديك الرومي هو ده للأسف اللي كان موجود فانا عموما هستخدمه هفتح الكيس اتنين انتي هاتي اكياس حجمها صغير وبرده هتفتح الكيس اتنين بفتحه بالشكل اللي حضرتك شايفها ده بعد جده هياخد طبقة طبقة انا هعمل المقدار اللي احنا عملنا ده على اتنين قالب من اللانشون فانا هاخد كل فرخ او كل ناحية واحدة من الكيس هعمل بيها لفة لانشون خط نص الكمية هبتدي ان انا افردها بصوا النعومة انا عاوزاكوا بس تركيزولي على نعومة القوامل كأنها مش فرخ خالص يعني مفرومة فارمة كويسة اوه هعمل قالب منه بالفلفل اسود حبات الفلفل اسود السليمة حاول تلميه كويس وتحاول تخرجي كل الفراغات اللي موجودة جواه بعد كده بقفل طرف الكيس وحاول على قد ما اقدر ان انا اساوي الشكل بتاعه علشان الشكل اللي هتلف فيه بيه هو الشكل اللي هيطلع بعد ما استويه فعشان ما يكونش فيه فراغات واسعة ولا شكل مش مزبوط حاولي على قد ما تقدري تزباطي الشكل بتاعه بلفه وبضغط عليه علشان اقفل عليه على الاخر وبعد كده طبعا الكيس اللي انا مستخدميه كبير جدا هقص باقي الجزء بتاعه بعد كده هبتدي ان انا امسك الاطراف وافضل اضغط يعني اقفل كل ايد عكس التانية علشان الف القالب بتاع اللانشون واضغط كويس ويطلع بالشكل اللي انتو شايفينه ده بعد كده هبتدي بقى ان انا اقفل الاطراف بتاعته ممكن تستخدم الخيط وتلف بس تلف كويس جدا لازم تلف كويس قوي لحد ما تتأكد انهو احكم تماما علشان ما يطلعش حاجة منه يا اما تستخدمي القفل بتاع الاكياس الحرارية اللي بقى موجود معها ممكن تستخدمي ده وتستخدمي الخيط انا استخدمت الاتنين بعد كده هقص الاطراف الزيادة علشان لما اجيه الف اللانشون في الورق الحراري ما تبقاش مكالكعة دي باقي الكمية اللي عندي برضو هعمل اللانشون المراضي بس بالزيتون حاط شرايح من الزيتون المخلي انا بحب الزيتون لغضر جدا مع لانشون الفراخ بيكون طعم حلو قوي هاقفل كويس على الزيتون بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهبتدأ لفه بنفس الطريقة الناس اللي مش حابة انها هتسوي اللانشون آآ بالشكل ده وممكن تسويه في كبايات مفيش اي مشكلة بس هقولك وانت بتفروميه في الخلاط او بتفروميه في الكبه زودي عليه آآ ربع كباية مياه كمان علشان تخفف القوان بتاعه شوية وتعرف تصبيه في الكبايات ما هيبقاش فيه في رغوة او ممكن كمان تسويه زي ما هو كده في القالب بتاع الانجليش كيك او القالب بتاع الطوست بصوا شكل القالب كأنه جاهز بالزبط يعني حتى لو ولادك شافوه هيفتكر ان هو جاي جاهز مش معمول في البيت خطس دي القفل بتاع الكيس الحراري اللي بيكون موجود معاه قفلت بيه عمود اللانشون التاني اللي انتو شايفينه ده والطرف التاني قفلته بالخيط بس اهم حاجة لف الخيط كويس قوي يعني زي ما انت عاوزة لحد ما تتأكد انه قفل تمام بعد كده هلف اللانشون بتاعي في الورق الفويل او الورق الحراري ولي انت بتلف وبتبرومي اضغطي علشان تقفليه كويس قوي بعد كده بق بق ببروم الاطراف بتاعة الورق الحراري كويس قوي وبلفها علشان ما يفكش مني بعد كده ممكن تعملي طبقة تانية من الورق الفويل عشان تتأكد انه مش هيفكه خلص بعد كده هاخده في حلة فيها مية تكون بتغلي والمية تكون فيها اكتر من نصها مية بجيب اي طبقة انتي باستحمل الحرارة بحطه على وش اللانشون علشان يضغط اللانشون تحت وبغطي عليه وبوارب الغطة شوي بسيبه بالضبط لمدة ساعة ساعة كاملة بيكون اللانشون استوى بالكامل بعد كده بشير الغطة وبطلعه بيكون بالشكل ده طبعا الورق الحراري بس من بره الطبقة اللي بره هي اللي بيكون لونها كده لكن جوه بيكون ابيض زي ما هو بسيبه لحد ما يبرد تماما وبعد كده بدخله التلاجة ويفضل ما تقطعوه جهر تاني يوم لكن انا يدوب سبته بس لما برد ساعة واحدة بس بعد ما برد وبعد كده ابتديت ان انا قطعه لكن كل ما تسيبيه اكتر يعني لو يفضل لو تسيبيه يوم كامل لما هتيجي تقطعيه هتلاقيه متماسك جدا وبيتقطع بمنتهى سهولة ومش هيتاري منك خطس انا بفضل هستخدم الورق الحراري عن الستريتش لانه بيكون صحة اكتر الناس اللي حابة تستخدم الستريتش دي حاجة ترجع لكم بعد كده ببتدي ان انا قطع اللانشن وبصوا يعني هو بتقطع بسهولة جدا وهو لسه معمول والله ده بقى له ساعة بس مش اكتر من كده لكن لو سبتيل تاني يوم مش هيتاري منك ابدا وهيتقطع بمنتهى السهولة بصوا شكل اللانشن عامل ازاي بجد طحفة جدا وما تقطريش البغارات لان كل ما تقطري البغارات كل ما لونه هيبقى غامل انا بحط كمية بغارات قليلة قوي علشان يفضل لونه ابيض وفاتح كده زي اللي بنشتريه وده اللي انا عملته بالزاتون خطير طحفة بجد القالب شكله حلو جدا وزي الجاهز بالزبط حقيقي لو بتفكر تعملي وصفة لانشن حلوة وعاوز ولادك يقتنعوا بيها مفيش احلى من الوصفة اللي انا عملتها النهاردة بجد ولادك هيشكروك عليه وطبعا ده فينه اللي عملنا الفيديو اللي فات بحفظ اللانشن فعال بتكون محكمة الغلق وبكون مقطعه بالكامل بيعملوا مرتين اتنين في الشهر وبحقيقي انا ولادي معدوش بيفكروا يشتريوا لانشن من برة تاني ابدا جربوا وصفة النهاردة وان شاء الله هتعجبكم